تعتبر دولة الكويت من الدول الأولى عربيا في مجال الأمن الغذائي وذلك من خلال تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية وتركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية وفق آلية تنفيذية فعالة وخطط محكمة وأبحاث وضعت دولة الكويت في صدارة الدول التي تتمتع بالأمن الغذائي فهي الأولى عربيا في هذا المجال وما لا شك فيه بأن هناك اعتبارات وأسس وضعتها في هذه المكانة سهولة الحصول على المواد الغذائية أثنين صلاحية السلع ثلاثة السعر المناسب والرابع الذي هو أهم شيء انتشار الانتشار على مستوى الخريطة تكون الأرض الأسواق التي يمكن الحصول من خلالها على السلع ثانيا وعندنا وهذا مهم جدا هو أن تكوين الدولة لمخزون سلعي هذه قليل من الدول يعمل بهذا الاسلوب كما لا ننسى أن دولة الكويت أخذت على عاتقها توفير وتوزيع المواد الغذائية عبر البطاقة التموينية التي تعد أهم الوسائل التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائية هذه البطاقة التموينية يتم من خلالها توزيع السلع على أساسية والتي تعتبر 80% من احتياج الإنسان من خلال البطاقة التموينية على شكل حصص شهرية يتم صرفها شهريا للفرد نحن عندنا 225 ألف بطاقة حتى الآن نتكلم فيها ما يقارب مليون وسبعمائة ألف فرد من كويتيين وخليجيين مقيمين في دولة الكويت ومقيمين بصورة غير قانونية هذا الإنجاز جاء بتضافر جميع الجهات وخاصة الجمعيات التعوينية بفروعها المنتشرة في كل مناطق البلاد هذا التوفير راح نعندنا أول شيء عند الساعة مخازن هذا ما عند الساعة مخازن راح يكون عائق كبير ثاني شغلة التاجر مش متوفر دائما مناديما مش متوفرين دائما بأن تطلبين مورد خاص المورد يكون له وكيل هنا موجود عندك عشان الوكيل يلاحظ البضاعة ذا خلصت على طول يكلم الشركة على طولتي لكن في حال وجود مثلا أزمة غذائية نتكلم إذا أنت ما عندك ساعة مخازن متوفرة البضاعة طبعا هنا هذا شيء ثاني بس إحنا الحمد لله بالنسبة لنا مخازننا متوفرة والمورد وكيلة دائما عندنا من كل البضاعة كل المنتجات مشاريع متنوعة كثروة الحيوانية والسمكية والزراعية أدت إلى كفاية المخزون من السلع وجودته فضلا عن تنوع خطوط الإمداد والاستراض عبر الدول وانتشار منافذ البيع التي تغطي جميع البلاد مروم حرم تلفزيون دولة الكويت